تعالى نروح للمهندس شريف الشربيني مهندس شريف مرشح طبعاً لتولي حقيبة الإسكان في مصر مهندس شريف الشربيني تقدر تقول طبقاً أيضاً لما هو معروض من أسماء هو أصغر المرشحين حتى الآن عن عمر تقريباً 42 سنة موليد 1982 تخرج باكلاريوس هندسة مدني سنة 2004 كان رئيس لقسم التصميم والدراسات المساحية في جهاز مدينة بدر سنة 2007 بعد كده أصبح معاون لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر سنة 2014 ثم نائب لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر سنة 2015 وأصبح رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر سنة 2019 ثم نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سنة 2017 ده من قبلها على طول ورئيس جهاز مدينة الشروق سنة 2017 أيضاً ورئيس جهاز العاصمة الإدارية سنة 2021 والحقيقة يعني أنا من الناس التي تشجع دائماً الدماء الجديدة والسن الأصغر يعني أنا مبقى سعيد جداً بمسألة إن أنا أشوف أعمار 30 و 40 مش أقولك بس 40 يعني أتمنى طبعاً إحنا ممكن يبقى في حد في المرشحين 30 ده يبقى شيء رائع بالمناسبة وبالمناسبة ده شيء مش بعيد على مصر على الإطلاق لأن مصر مليانة عقول ومليانة كفاءات أكثر من رائعة أكثر من عظيمة